اشتركوا في القناة 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 سوف نغطي الخضيرة كاملة القطع الفلفل الطريفة الدوائر نقطع دوائر ونزين بها الطبق من الفوق سوف نضيف الشرم سوف نضيف القطع الحمض من الفوق ونضيف الشرمولة سوف نضيف لها واحد جوج معلقة كبار المركز التماثم سوف نضيف واحد الكس الماء التي سيطلب فيها على الخضيرة التي سوف ندخل الفرن نحركها جيدا ونوزعها على الطبق من الفوق سوف ندخل الفرن سوف ندخل الفرن على درجة حرارة مائتين وخمسين نشعل عليه غير من تحت حتى الطيب الطيب الخضيرة وطيب الحوت كيف لا تشوفوا لا نغطي لابة أليمنيوم أو بغرق الزبدة نضيفه من تحت حتى الطيب الخضيرة ومن بعد نشعل عليه من الفوق لكي يتحمر هكذا يأتي الشكل ونخرجه من الفوق نتمنى هنا الإعجاب وحتى أنتم لا تجربوا في البيوت نضيفه لكي نشارك معكم المواد خاصة بالطبق والتي تسولوني عليها دائما سنشارك معكم اليوم كلها تسولوني عليها سنشاركها معكم تقريبا واخدها من ثلاثة ديال المحلات لأنك تلقي بعض المرات حاجة في هذا المحل وحاجة ما ينشف البلاسة أخرى فكتضر أنك تأخذ من كل البلاسة الحويجة اللي خاصة بالنسبة الأول حاجة سنشاركها معكم وكتسولوني عليها بزاف هي الشوفان الشوفان باللغة الإيطالية هو الفيوكي دي آفينا أنا كنت أخذها وهكا بطبيعة الحال الغلف كيتبدل من سوبر مارشيل مارشيل ستلقوا الغلف مبدل الفيوكي دي آفينا هو الشوفان كان ناخده من إبيرال تقريبا بواحد الأورو خمسين فيها واحد الخمسمائة جرام هذا هو الشوفان البنات اللي كتسولوني عليه فيوكي دي آفينا باللغة الإيطالية متواجد في جميع المحلة التجارية الكبرى كيتبدل غيروا المبلاج غير تغليف دياله أيضا كان ناخد هذا الكروس كا توستاتا دي جرانو تينيرو هي النخالة محمرة ديال القمح هادي كان ناخدها أنا هكا محمرة ومطحونة زوينة بحال هكا الفطور مع دانون كتخلت تخذي واحد جوج مع القاس بحال هكا ديالنخالة محمرين مع دانون كتجي زوينة للإفطار هادي كان ناخدها أنا واجدة وأيضا كان ناخد النخالة العادية اللي كان عجين بها الخبز وشحال من مرة شاركتها معاكم في الروتينات ديالي النخالة العادية كان ناخدها أنا من طحونة بحال شكل ديالنمغريب كان ناخدها تقريبا بواحد خمسين سنتيم من الكيلو وراكا ما عارفين هي خفيفة في الوزن كان ناخد جوج كيلو وراكا تدية لي واحد المدة طويلة ايضا بزافة البنات تسولوني على الكريمة باستيتشيرا او البودرة ديال الكريمة باستيتشير كان ناخدها من هاد لمحك هدي متواجدة في جميع المحلات التجارية الكبرى كان ناخد فيها جوج ديال بحركة جوج ديال الصشيات تقريبا حتى هي بواحد الأوروذ الخمسين ايضا هاد السكر هاد اللي كان زين بالكبكيك ولا الكيك من الفوق من نفس لمحك ديال الكريمة باستيتشير متواجدة في جميع المركز التجارية الكبرى بزافة البنات تسولوني على الحليب المركز المحلى ناسلي راكيم ما كتشوفوا بحال شكل ديال المغرب يعني بحاله بحالي في المغرب هذا كان ناخده تقريبا بواحد مواسطة بحالة جوج ديال أوروح تهوية كان ناخد هاد هادو باش يفطروا الوليدة دياليتا هما هي فيهم المكونات ديالهم رقائق شوفان فيهم لينوازيت البندق وفيهم الشكولاتة هادو نخليهم ليوم غير الفطور من اللي ديال كان ناخد هاد بيكاربونات السودا وصولتوني عليها شحال من مرة هادو كان خلالت تنظيف وكنستعملها حتى في الماسك ديال الوجه ايضا بزافة البنات تسولوني على الرقائق ديال اللوز اللوز ايفي اللي متواجد في الليدل فيها مية جرام ما وصلش واحدة الأورو في الليدل رغم من بلاسة البلاسة يختال في البنات تقدروا مثلا انا كنلقها هانتو ما ما تلقوش بلاسة اللي انتوما فيها ايضا سوتوني على الاعشاب المنسمة والعطرية ديال الليدل انا كنناخد منه ميكتسل الى العطرية المغرب كنناخد منه بحال هكا البزار تحميرة هادو الفلفلة الحمرة الحلوة الكوري كندير بيه بحال هكا روز كيجيزوين من السمب الكوري كنناخد منه توم بودرة هادشي كامل غدلقوه في الليدل وكلهم هاد القراعات هادو ما كيوصلش التمن ديالهم واحد الأورو ايضا الاعشاب المنسمة الروز مارينو اللي هو اكليل جبل او ازير ايضا البازيلي كله هو الحبق كلشي هادشي كامل في الليدل للبنات كيما كنقول لكم ايضا لوريغانو اللي هو الزعتر هاد الحويجات هادو كنناخدهم انا من الليدل كتشوفوهم معايا بزاف الفيديوهاز كندخلهم في الطبخ دكشي لاش كتسولوني عليهم بزاف تلقاوهم كيما كتلكم ما كيوصلوش واحد الأورو من امي دي بزاف تلبنات تسولوني على الدقيقة الفينو او الطحين سبيسيال كيما كنقولولي في المغرب سيمولاري ماتيناتا دي جرانو دورو كينا في امي دي وكينا في جميع المحلة التجارية الكبرى يكفي انكم تعرفوا غيال اسم ديالها باللغة الإيطالية سيمولاري ماتيناتا دي جرانو دورو انا كنناخد هذي من امي دي بخمسة وستين سنتيم ايضا السيمولينو اللي هي اسمي ذا الرقيقة اللي كانديرو بها البغرير نديرو بها الحسوان نديرو بها بزاف دي الحرشة كانناخدها من امي دي بختاهية قريبا بخمسة وستين سنتيم في هانس كيلو ايضا الكوكو او المبشور ديالجوز الهند كانناخده من امي دي بوحد الأورو فيها رابعة ميتين وخمسين جرام هذو حويجات كانناخدهم من امي دي وراه متواجدين في جميع المحلات التجارية الكوبرا لبناتا ايضا الكاكا وامارو اللي كاندخلوا بزاف اللي كاك كتشوفو معايا في الفيديوهات كانناخده من امي دي تقريبا حتى هو بواحد سبعين سنتيم بزافة البنات تسولوني على المايزينة المايزينة غتلقوها بجوج ديال اسميات هنا بالاميدو دي مايز او الفيكولا دي باتاتيرا هي المايزينة هي نشا تستعملوها في الحلوية ديالكم كنت حضرت لكم بها مؤخرا الباناكوت توصولتون عليها بزاف من اللي دل ايضا كنناخد الخميرة ديال الحلوة كنناخد السكر الفاني كنناخد الخميرة الحبيبات ديال الخبز الحمد لله كل شي امتواجد تخصكم غيتعرفوا كل حاجة فين كينا ضروري كما قلت لكم هذا المحل اللي كتلقوا فيه هذا المحل ما كتلقوش فيه هادي راح حاجة عادية نتمنى نكون جاوبت على الاسئلة ديالكم اللي اطرحتوا عليها في الفيديوهات السابقة ونتمنى نكون نوريشكم الحويجات اللي كنستعمل في المطبخ بالتفاصيل نشكركم بزاف على الدعم ديالكم وعلى تعليقات زويني اللي كتخليوا ليها كيف ما ديما كنرح ديما بالنس جداد اللي عاد غينضموا القناة ديالي قناة نيزا شانين كنشكركم بزاف على دعمكم ما تنسونيش بالاشتراك في القناة وتفعيل جرس خليت لكم الهنا وراحة البارحة الفيديو الجاي ان شاء الله اشتركوا في القناة